موسيقى اخسر سمعت قصاد الناس بسببك حتى لو الناس ما تكلمتش علي على اقل انا الراجل وابنهم اللي مطرب قصدهم انما انتي ولا يعرفوك فكر في سمعتك يا انسة اللي عرفتم الحجة ان انتي وعمك على خلاف لك عنده طول ما انت على زمتي احميك من عمك والجوازة دي لفترة علم الموضوع يعدي وبعد كده هطلقك خلص الكلام ولمشى واتجه للباب وفتح وخرج فضلت زينة قعدة بشرود بتفكر في كلامه فهي ما حسبتهاش من ناحية دي ان الناس ممكن يحكي عنها بالباطل ناعمة قالت اهدي يا بنتي اهدي علشان تفكر كويس حليمة تكلمت وقالت بص يا زينة انا مش هقف مع عياد علشان ابني هو على حق هو مش هقدر اغلطه فقر كويس يا بنتي والشهادة لله عياد ابني على قد ما هو عصبي وبيت نرفز بسرعة بس قلبه طيب وحنين تتحكي علي بشوية دلع وكلمة حلوة اسأليني انا ده ابني وانا عارفاء زينة فضلت تفكر بس بس ازاي طنت اذا كنت انا جيت هنا هربانة علشان ما تجوز مؤمن او ما اجي هنا تجوز الظروف يا بنتي والنصيب محدش عارف نصبه فين وربنا كتب له ايه فقر انتي بس صدقيني احسن حل انك توافي علشان ما فيش وقت الخبر اكيد انتشر في الحارة كلها وان عياد تجوز ولازم نلم الموضع يا بنتي وانتي لوحدك يا بنتي ومحتاج حد معك فضلت زينة بتفكر في كلام حليمة وهي مش عارفة ايه اللي هيحصل لكن قالت خلاص يا طنت ديني فرصة فكر وهرد عليك بكرة ماشي يا بنتي اسأ زنانة وبتقوم معها زينة وبتوصلها للباب وبترجع مرة تانية لنعيمة زينة قالت ايه رأيك انتي يا ننا حتى انتي بتقولها لي ماشي بص يا بنتي ربنا يعلم انا حبيتك قد ايه عايز اقول لك يا بنتي اني سمعت البنت زي عودي الكابريت لو تولع مرة مش بيرجع تاني ما تفكرش في حاجة غير مصلحتك وسمعتك ودي انتي اكتر واحدة تقدر يتحدد مصلحتك فين بس اللي اضمنه ليكي ان عياد ما فيه زيه ده ننلم ربيه على ايدي وما فيش اطيب منه يا رب يا رب انا اطلق بطة اوي ومش عارفة اعمل ايه قم تسل السخرة واسبيها على ربنا ونام بالله وبتقوم نعيمة وبتروح عوضتها بتخش الحمام وبتتوضى وبتروح لقضتها وبتسلي صلاة الاستخارة وبتدعي ربنا ان ربنا يرشدها للطريق الصحيح وعند عياد بعد ما نزل من عند زينة كان حاسس ان دماغها تنفجر من كتر التفكير فهي استفزته كتير بقى ندها قدامه وما كانش عايز يطلع البيت وهو بالحالة دي فتمش شوية وبعد انوصل لبوابة الحارة الرئيسية وكان مغوري الحارس قاعد قدامها عياد قال له مسائل خير مسائل نور يا كبير ها يا مغوري في جديد لا يا كبير ما حدش غريب دخل الحارة وانا نفست اوامرك ممنوع حد غريب يدخل من غير ما اتكلم ساعتك واقول لك وانت تؤمرني اذا كان يدخل ولا لا ماشا يا مغوري فتعينك كويس عشان لو اللي حصل المهاردة تكرر تاني مش هتعد على خير تحت امرك يا كبير وبعد شوية وصل عياد لبيته وطلع شقتهم فملقش امه ولا حتى اخته هناء فاتجه لأوته وغير هدومه وراح للسرير بيفكر في اللي حصل معه وبيفتكر ايه اللي حصل وان امه اكبرته انه هو يروح معها لزينا فلاشباك بعد معي ادرجة من عمل المغرب دخل المنزل فلقى حليم امه وقعد مع هنا اخته فالقى السلام عليهم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته قعد عياد مع امه حليمة ومعهم اخته هناء اللي حليمة قامت بالاتصال عليها علشان تساعدها في اقناع عياد عياد قال ممكن اعرف ايه اللي انت عملت ده حاجة ازاي تقولي وانا قلت ايان لا ولا حاجة قلت قدام كل رجالة الحارة والجران ان واحدة انا لا اعرفها ولا شفتها قبل كده مراطي وكمان فرح عليها الاسبوع الجاي وفيها ايان ولا حاجة يا امه ولا حاجة دبستيني في جوازة وفي عروسة انا ما شفتهاش لحد دلوقتي ولا حتى كما نعرف شكلها ايه شكلها يكون قدام رجالة الحارة اللي انا المفروض كبرهم والمسؤول عنهم وان امه قالت انه متجوز في السر من غير حتى ما عرفهم تفتكر هيقول علي ايه ايه ده يا عياد ماما ما عرفتش تتصرف وقالت اللي جه في بالها هي كان كلها همها تنقذ البيت دي من عمها وابنه يعني يرديك كانت تسيبهم يعملوا فيها ايه لا طبعا ما يردنيش لا تلبسها لي عادي يرديك كده؟ خلاص يا ابني اللي انت عايزه لو مش عايز تتجوزها انا هقول للناس في الحارة اننا اللي غلطانا وهعتذر من البنت واقول لها ان كان نفسها سعيدها بس ما فيش في ايدي حاجة وهصغر نفسي قدام الناس علشان انت ما تزعلش يا ستي الكل لا عاش ولا كان اللي يكسر كلامك انا زعلان بس انت حطيت في موقف زي ده ازاي ما تاخدوش رأيي؟ رأيي يا ودي انت بقول لك عمها كان هيموتها وانت تقول لي رأيي هو انا كان في دماغي وقتها حاجة وبعدين يا عياد روح شوف البنت بس يمكن تعجبك دي ماما بتقول انها زي الامر ودمها عسل وعندها كم سنة بقى ست النحلة دي؟ اه عشرين سنة كمان عائلة عايزين نتجوز عائلة انت حصل لعليكو ايه؟ ايه الجوازة دي؟ لا يمكن تتم أبدا انتو سمعين؟ هتتم يا عياد وهتتجوزها وان كلامي ما تسمعش لن تبني ولا عرفك سامع ومع اسرار حليمة وافق عياد على طلبها علشان ما يزعل هاش وهو برضو بيفكر في شكله سمعته قدام اهل الحارة فرح معها البيت زينة علشان يشوفها ويتكلم معها نرجع باك فضل عياد شارد وبيفكر في زينة هو ملمحة الجميلة الرئيئة وهو مش عارف ايه اللي حصل له ومش عارف يخرجها من تفكيره وقعد يقنع نفسه انه هيتجوزها كواسوري مؤقت علشان ما يزيش حد واقنع نفسه بالكلام ده وفضل لي فكر لحد ما نام وعند حليمة رجعت من عند زينة فلقت عياد نايم بقضته فرح تلوضي تاية تانية علشان تنام وهي ابتدع ربنا انه يتوافق زينة وعند مؤمن ومنصور بعد ما خرجوا من الحارة راح منصور الى اعرب مستشفى علشان يفحصوا مؤمن ويتمنوا الاطباء عليه وقاموا بمعالجته وسعدوا منصور لحد من رجع العربية مرة تانية وبعد عدة ساعت وصل منصور القاهرة ورح لبيته وسعد مؤمن في النزول من العربية وبعد دقيق فتحت له حسنات وهي نايمة حسنات بنوم ايه في ايه النوم تخبطك يا ليش ايه وعمل وشي خليل عليك خليل وقت فتحت عينيها حسنات يا لهوي ايه اللي حصل من اللي عمل فيك كده يعنمك ادخلوا ادخلوا وبتوسع لهم الطريق وبيدخلوا وبعد ما دخلوا مؤمن من اللي تجرقوا ما تديدوا عليك تسأل ابويا حصل ايه يا منصور يبقى اسأل البقى في ابنك لما يبقى كويس ما تقول يا منصور انت هتحدفوني البعض ايه اللي حصل وايه اللي عمل في الوات كده وانت كنت فيه منصور قال بدي وبيحكي لها اللي حصل يعني جزء اللي ما تتسمى هو السبب في اللي حصل لكم وانت ازاي تسكتوا ايه هي البلد سايبة ما فيش بوليس ما فيش قانون 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 ايه بقولك اتجوزت في توا ومحاوط الحرب رجالة من كل حتة حتى لو البوليس رح لهم ما يقدرش يعمل حاجة لان كل اهل الحرة واقفل معاه لهم اللي علموا على ابنك علشان امرهم يعني ايه يعني هنسكت كده وهنسيبها بعد ما هربت واتجوزت حتة بلطقي وحطت راسنا في التين هتسكت عن حقك لو انت هتسكت عن اللي بنت اخوك عملته وفضحتها لينا فانا مش هسكت عن حق ابني سامع هتعمل ايه حسنات بكرة تارف انا ولا بنت مونة والبلطقي اللي اتجوزته ومر الليل على الجميع وقات الصباح بالاحداث الشيقة للجميع والغامضة ايضا استيقظ عياد وراح للعطارة وسحة زينة برضو وصلت فردها وعدت تفكر في مصرها وراحت قعدت جنب نعيمة نعيمة بابتسامة صباح الخير يا زوزو صباح الفل يا نونو يا جميل انت يا بتي يا بكاشة قعدة كده ليه ابدا سحيتهم ملقتش حاجة عاملها فقعدت كده طف فطرتي لا لسه طب اقولك ايه ما تنزلي كده تتمشي واجبيننا افطر من المحل اللي على اول الشارع عايز افطر ايه حتى اي حاجة جبنا فول طعمية ولا البتاع اللي بتاكله ده اللي رحته عاملة زي الكلب الميت ومعمول من لحم الفرن ده ها 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 قصدك لانشون ايوه هو ده بايا نونو اللانشون لحم فرن هي الفرن فالحمه اصلا انا عارفة هو رحته كده وحشة اومي اومي يلا هتي علشان نفتر انا جعت يا بيت حاضر من عناية قامت من مكانها وراحت قدتها وغيرت هدمها ولبست درس وترحتها وخرجت من القوضة ناعمة بدحكة بقى كل الشياكة دي علشان نزلك جيب افطار اومي لو كان غدا بقى كنت لبست ايه ايه هو باين قوي كده اصل بصراحة ما خرقتش بقى لي كم يوم ودي اول مرة هنزل الحارة لازم انزل بكامل شياكتي وانقتي ايوه اومي لازم مرتي الكبير وهي نزلة تكون على سنجة عشرة وتقولي ارض تهديه ما عليك قدي خجلت زينة من كلامها ومن مجرد التفكير انها بقت مرة تعياد وحست بدقة قلبها العالية وبتتكلم علشان تداري خجلها ادي ما اوي المعاكسة دي يلا انا نزلة وبتفتح الباب وبتنزل الشارع وبتبص حواليها وبتتأمل في المكان فهي اول مرة فهي اول مرة من ساعة مجاة الحارة بتنزل الشارع وبتتفرج على كل البيوت وبتبص لقى تقهوة شعبية قاعد عليها بعض الرجال اتجهت وبتمشى على الطريق اللي وصفت لها ناعمة وهي حسب نظرة الناس فمشت بسرعة شوية في مشيتها لحد ما وصلت للمطعم اللي قالت لها علي ناعمة ودخلت زينة وطلبت اللي هي عايزة ووقفت بره المطعم على ما يجهز لها طلبتها فسمعت احد النساء وهي بتقول للتانية مش هي دي اختي اللي قالوا عليها انها اتجاوزت الكبير عيد في السر فاجابت التانية اه هي يا اختي جوزي كان معهم وعيت بنفسه هو اللي قال انها امراته ده بيقولوا عليها بنت ملعب اللفت علي لحد ما خلته يتجاوزها ربنا يبعدهم عن سكتنا صحيح بنات ملهاش اصل ما فيش حد يربيهم ما تحملتش زينة ان هي تسمع لهم اكتر من كده فاخدت الطلبية من ايد الراجل ودت له الفلوس وخرجت بسرعة ورجعت البيت وكلام الستة ده بيرنف ودنها ووصلت قدام البيت ولقت فتاة في اواخر العشرين بتخرج من محل الحلويات المقابل لمنزلهم وقامت برمي المياه قدامها يلا خلينا ننظف الوساخة لما نعرفش ترمت علينا من انهي ده يا دي غمضت زينة عينها وهي بتحول تهدى عصبها لكن فتحت على وسعهم ساعة ما سمعت الفتاة وهي بتقول مرة تانية ملك يا شطرة وقفة كده ليه ها هو انت من الشارع علشان كده يعيني مش لايه حطة تروحيها انت بيتكلميني انا ايوة هو في غيرك واقف هنا بقولك ايه اسمك انت تيتي اسمي تيتي تيتي هم تم عليه الشبقة زويدي مع المياه اللي بترميها على الناس دي شوية موبيد حشري اصلي في حشرة كتير منتشرة هنا وبقرمي على نفسك شوية يمكن تختفي وتخلصينها وتلعت بسرعة على الشقة وسابت تيتي مضغزة اه يا بنتل بقى نحشرة اه يا ناري اقتغزها في ريستني بنتل تبوحياتهم من نسيبها في حالها يا ناهية وعندي زينة دخلت الشقة وحطت الأكياس على الطولة وقالت وهي بتتنفس نايمة رين على طنط حليمة وقول لها النام وفقة خليهم يجيبوا المأزون ايه اللي حصل وبتنهيجي كده ليه وبتحكي لها على اللي حصل يا حظك يا بنتي واعتم عتيتي اش مانا يعني ما قلتش حاجة عن الستة دي وقلت عن البنت دي لا تفيدة دي تفرق الحارة كلها عارفة انها حط عنها على عياد وهتموت وتتجوزه وابوها يبقى صاحب محل الحلويات اللي قدام البيت ده بس بعيد عنك مش قادرة عليها والبنت عيارها فالت ولسانها طويل كده بس انت شطرة رضيت عليها تفيدة ماشي رين على طنط حليمة بقى وقللها ماشي يا حبيبتي صدقيني داين العقل وبكرة تقولي نايمة قالت وبتطلع تليفونها وبتتصل على حليمة وبتقول لها بموافقة زينة فبتفرح حليمة كتير وبتتصل على عياد وبتقول له ان هو يجيب المأزون حالا وبيروح على منزل نايمة وراحت حليمة لقضتها ولبست عبيتها وراحت لشقة نايمة والفرحة ظهر على وشها خبطت حليمة الباب ففتحت له زينة فاخدتها حليمة بالأحضان وهي بتقول كنت عارفة انك هتوفقي مرحب بك والصنع يا مراتبني خجلت زينة كتير من كلامها لكن قالت تفضل يا تنط لا تنط ايه انت من النهار دا تقولي لي يا ماما لو مش هتديقك لا طبعا اتفضل يا ماما يزيد فضلك يا قلب ماما دا ايه الهنة دا يا ولاد قعدت تتكلم معهم بفرحة وبعد مرور نصف ساعة بيخبط عيادة على الباب وبتفتح له زينة لقت عياد ومع راجل من هيئته عرفت انه المأزون وتلات رجالة تنين ما تعرفتش عليهم وسعت لهم الطريق فدخلوا للصالون ودخلت زينة المطبخ حضرت لهم العصير وحتتوا قدامهم فقالت حليمة تعالي جنبي يا عرص تبني راحت لها زينة وقعدت جنبها المأزون قال البطاق لو سمحته بيخرج عياد بطاقته وبيدهاله وبيمدي اديل زينة عشان بتدي بتاقتها فبتمدله زينة اديها وبتدي وبيبدأ المأزون وبيقول بعض الاداية وعندما ينتهي بيقول فين وكيل العروسة بتتجمع الدموع فعيون زينة ساعة ما قالت كلمة دي فافتكرت والدها كانت بتتمنى ان يكون جنبها في اليوم ده حتى لو ما كانش جواز حقيقي عياد بص لقى الحزن على وش زينة والدموع بعيونها حسب وجع في قلبه كان نفسه يضمها ويمسح عيونها لكن فأمن شروضه على صوت الشيخ توفيق جرهم اللي أخبر عياد بكل حاجة الشيخ فارق قال أنا يا شيخنا وكلها ده لو تسمحي لي يا سيدي البنات يعني ابتسمت لي زينة وهزت رسها بالموافقة حط إيده بإيد عياد واتكلم وورا المأزون وانتهى المأزون بجملته الشهيرة بارك لكم وبارك عليكم وجمع بينكما في خير انطلقت الزغاريت من حليمة عقب انتهاء المأزون ومتعبر عن فرحتها بالجوازة دي وقع عيادة على الأوراق وأعطى الأوراق لزينة علشان توقعهم أخدتهم زينة منه بإيد مرتاشة ووقعت عليهم وهي حسب حاجة غريبة بقلبها انتهى المأزون واستأذن منهم وخرج أخدت حليمة زينة من إيدها وخرجت من الشقة وهي ما بتتوقفش عن إطلاق الزغاريت وبتجمع الناس والجرين أصر صوت الصغاريت العادي فقالت إحدى الجرين في إيه حجة حليمة فرحنا معاك يقولي ابني ابني الكبير عياد العطار كتب كتابه على الدكتورة زينة مرت ابني قالتها وهي بتمسك إيد زينة بفخر وعنيها متركزة على باب محل الحلويات اللي كانت وقفة تفيدة وانهالت عليهم المباركات وأصبحت النساء بتطلق الزغاريت والرجالة بتبارك العياد فرحنين بجواز كبيرهم فقالت تفيدة بغيل أم الكلام اللي تقال دا يا خلتي دول بيقولوا قطعتها حليمة بحدة وقالت قطع لسان اللي يقول على ابني أو مرته نص كلمة زينة كانت قاعدة عند الحجة نعيمة على ما نكتب الكتاب لأنها مش من هنا زينة من القاهرة ودلوقتي كتبه الكتاب يعني بقت مرته رسمي والفرح الإسبوع الجاي وطبعا كلكم عزومين سكتت تفيدة بغضب وهي بتتوعد لزينة بداخلها وبتقول مش هيحسن ويا بعد ثلاث أيام على يوم عقد القرن اللي ما تقابلتش زينة ولا عياد ولا تكلموا ولا مرة في منتصف اليوم قامت حليمة بالاتصال على زينة علشان ترح لها وتشوف شقة عياد لو كانت عايزة تغير أي حاجة فرحت لها زينة غصبا عنها فهي مش عايزة تحتكي بعياد ولا عايزة تشوفه فراحة زينة لقت عياد قاعد فتحققت حليمة بألم في رجليها علشان تسيبهم لوحدهم وطلبت من عياد إنه هو يطلع مع زينة الشقة علشان تشوفها فهو وفق وطلع مع بعض من غير كلام فتح عياد باب الشقة دخلت زينة الشقة وألقت نظرة شاملة عليها فظهر على وجهها ملامح الاندهاش فقال عياد مالك عاملة كده ليه؟ ها؟ لا أبدا مستقربة مستقربة؟ مستقربة من إيه؟ إن الفرش والعفش كله مديرن على أحد الصيحة وأنا لما تنتح لي ما قالت الشقة جهزة من زمان قلت بقى هلقي الصالون المذهب أبو كان بواربع كراسي لا صحيح الحاجة هي اللي فرشت الشقة بس كانت جايبة مهندسة دكور علشان تختار كل حاجة عالموضة اللي تعجب البنات علشان كده لكن بيقطاها صوت شجار حد يأتي من الأسفل فراحت هي وعياد البلكونة علشان يشوفوا إيه اللي حصل لقوا رجالة بيتشجروا شهقت زينة بصدمة وهي شايفة مؤمن ابن عمها من ضمنهم فبصت العياد لقى توشه حمر من شدة الغضب وقرج بسرعة من القوضة وهو الغضب ما يلعنيه وقال جت لغضاك يا ابن الله حول الزينة أنها توقفه لكن ما سمعش لها وقام بدفعها للداخل وقفل الباب عليها بالمفتاح من برا استوب لحد هنا يا ترى إيه اللي هيحصل بين مؤمن وعيد ويا ترى زينة إيه اللي هيحصل معها ويا ترى تفيدها تسقط ولا هي اللي عملت إيه في حاجات كتير هنعرفها في حلقتنا الجاية استنونا ولو وصل معنا لأخر الحلقة ما ينساش يدعمنا باللايك والكومنت الحلو دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته